الموسم ده الاعلي حقق في ربعية. الدوري وصبر افريقي وصبر مصري وطولة الفريق اللي عندها بتاعة الدور. شايف ايه اسباب ان اجاح الفريق الموسم ده? اه من اهم الاسباب اللي انا شايفها فرقة اه الموسم ده وجود ديفيد اه معنا ان هو ضاير شخصية الفرقة. الفرقة بقى لها شخصية الفرقة بقت اه تعرف تكسب حتى لو هي مش موفقة فرنيا. عقلية الفرقة تغيرت تماما. يعني عقلية انت بقت عقلية تفوز بس. وعقلية تسيطرة ان انت لا انت بتفوز انت عايز تكسب تاني عايز تكسب تاني عايز تسيطر خلاص على كل حاجة. ازاي شخصيتك بقى كوية ان انت وانت ممكن مغلوب من الزمالك اربعة خمسة ازاي تقدر في المطش ترجع وتكسب. ده ما كانت شوية ده كان بيحصل العكس. الاول مسلا الاهلي كان هو اللي بيبقى فارق. تلاقي الزمالك والناس كلها عارفة لازمالك ارجع في المطش وهي يكسب. لأ دلوقتي بقى العكس. دي شخصية زرعت فينا زرعتها فينا بصراحة من الحاجات اللي فرعت معنا جدا. بجانب الفني طبعا وتأثيره معنا. لكن من اهم بالنسبة لنا الموضوع الشخصية والعقلية اللي تغيرت ده متالي ده اكتر حاجة فرعت معنا الموسيم ده. مباراة الصباح افريقي هنقول الكريزة بتاعة الموسى بتكسبها عشان تلعب تاسعة من ده. المباراة لحد اخر ثانية مش معروف منها الفوز بيها. محمد ابراهيم كان حالة السياسة بتاع العالي في المورة ده. جالت احساس في اي وقت في المورة ان احنا ممكن نخسر مورة وتتخلف مننا? اه لا يعني احنا كنا عندنا يقين ان احنا نكسب المطش. يعني احنا كنا منزلين محضرين المطش كويس جدا. احنا بالنسبة لنا تكلمنا سواء جهاز مع العيبة او العيبة مع بعطيها. ان المطش ده ما ينفعش نخسره. يعني. المطش ده لازم نموت نفسنا عليه ده بالنسبة لنا حقيقة او موت. المطش ده مؤهل اللي كاس عامل انديا. المطش ده انت لو كسبته. اه يعني هتبقى نفسيا كمان ركب على الزبالك منافس مباشر لك. والزبالك كان مدعم كمان البطولة دي كان كايب كزا لعيب تدعيم خارجي ودخلي. احنا ما كناش مدعمين غير حماسة. اه فلا يعني بالنسبة لنا احنا كان عندنا ثقة اما اتكلمنا مع بعض ان احنا لا ان شاء الله احنا هننزل هنكسب. والحمد لله يعني ده اللي حصل. يعني حتى في وسط المطش لو احنا مثلا خسرين او متعدلين او كده. لا احنا عندنا ساقة ان احنا هنقدر نكسب المطش ده في نهايته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة